ازاي تعرف ان الموبايل اللي انت مسكه في ايدك ده مهكر ولا لا مخترق ولا لا وازاي تعرف او انتي تعرفي ان في حد بيتجسس عليك من خلال الموبايل ولا لا انصحك بمشاهدة الفيديو من البداية الى النحاية لان ده مهم جدا لكل واحد مسك حديدة في ايده موبايل سواء ان انت عندك قناة يوتيوب ما عندكش قناة يوتيوب عندك حسابات جميل عندك فيسبوك عندك واتساب ان شاء الله تعرف حاجات تفيدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم خير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لو اول مرة تشوف الخلقة دي قدامك فدي قناة مهتمية بعلم واسرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا طبعا انتو لو متابعين قناتي هتشوفوا كده ان انا عندي فيديوهات كتيرة جدا بتكلم عن التحكير والاختراق وازاي تحمي حساباتك وازاي تحمي نفسك من التحكير وطبعا احنا بنرجع قنوات اليوتيوب المهكرة في رقم واتس موجود في وصف القناة ووصف هذا الفيديو ترسل عليه وتقول قناتي مهكرة وان شاء الله بنرجع عليك قناتك يعني انا اكيد بكلمكم من باب النصيحة لكم واكيد ان انا بكلمكم من باب التجارب اللي احنا بنمر بها كل يوم تقريبا الناس بتكلمني تم تحكير اجهزتهم موبايلاتهم وبالتالي انا بكلمك بشكل عملي وليس نظري اول حاجة خلينا نبدأ من الجهاز نفسه جهاز الموبايل ازاي يعرف ان جهاز الموبايل مختلق ولا لا وكمل معايا باللاعة لك الى النهاية اول حاجة هعملها هو ان انا امسك الموبايل كده وادخل على اعدادات الموبايل هابدأ اسحب الشاشة كده لتحت واضغط على الترس الموجود فوق اللي هو الاعدادات ضغط على الاعدادات بعد كده انزل لتحت وادور على البطارية هلاقي عندي فيه حاجة اسمها البطارية والعناية بالجهاز وانت لو مش موجودة عندك هنا اكتف في البحث هنا البطارية او باتري بالانجليزي لو انت مبايلك باللغة الانجليزية واضغط على البطارية والعناية بالجهاز بعد كده باضغط على البطارية اللي هي موجودة هنا تحت تصحيح الان دي تضغط عليها البطارية وبعد كده بتيجي هنا بقولك الاستخدام منذ اخر عملية شحن البطارية اضغط على المخطط اللي عندك ده بعد ما ضغطت على المخطط ده كده اختار اخر سبع ايام وشوف عندك هنا هيزهر لك هنا تطبيقات اللي هي موجودة عندك على الجهاز اللي هي بتسحب البطارية شوف عندك هنا تلاقي عندك بقى يوتيوب تيك توك آآ المتصفح آآ مسينجر آآ جوجل بلاي لو تطبيق بتاع الصلاة اي حاجة اي حاجة انت حاجة على الجهاز المفترض تظهر هنا اي تطبيق هنا تلاقيه بقى يعني انت مش عارفه تطبيق غريب عليك يمعني كده ان التطبيق ده ممكن يكون ان هو تطبيق تجسس او آآ تطبيق اختراق فانت بحث عندك كده وقلب قلب قلب وشوف اي تطبيق عندك هنا لقيت تطبيق معين مثلا انت مش عارفه المفترض ان انت تبدأ ان انت تحذفه فورا تب ازاي ان انا احذف التطبيق ارجع من السهم كده خلاص انا عرفت ان فيه تطبيق معين وعرفت اسمه ارجح تاني من السهم ارجح تاني من السهم واجي هنا على التطبيقات انزل تحت كده وادور على التطبيقات اهيت ادور هنا في التطبيقات وممكن كمان تقدر ان انت تدور هنا برضو في التطبيقات برضو بخلاف البطارية انت دورت دلوقتي من خلال البطارية تقدر برضو تبحث هنا من خلال التطبيقات الموجودة هنا تشوف اي تطبيق يكون انت ما تعرفوش نفترض مثلا ان تطبيق زي ده كده مثلا معرفوش هنا مثلا ده كده افتحه بعد ما فتحته قالقي عندي هنا اللي هو إلغاء التثبيت أبدأ ان انا اشيره من الجهاز أبدأ ان انا مسحه خالص من الجهاز ويريت ان انت لو وجدت تطبيق فعلا انت ما تعرفوش بعد ما تمسحه من الجهاز يعني ممكن تغير السوفت كمان بتاع الموبايل خالص تعمل يعني ايه اعادة ضبط مصطع من الاول كتأكيد اكتر حلو كده حلو ولو انت مش عايز تعمل اللوة غير السوفت خلاص بس يمسح التطبيق على اقل تمام لازم ان انت يكون عندك برنامج اندي فيروس يكون موجود على الجهاز ركز معي هاجي هنا في البحث هنا واكتب ايه في جي برنامج من ضمن البرامج اللي هي الحماية وابدا ان انا نزل البرامج من دول بعد كده بضغط على فتح وابدا ان انا افتحه وممكن هنا بعد ما افتحه هنا يطلب معي سماح ان هو ان انا اسمح له طبعا كده؟ طبعا فيه نسخة منه مدفوعة وفيه نسخة مجانية وطبعا الافضل ان انت تستخدم نسخة مدفوعة ولكن انا هفترض ان انا اختار النسخة المجانية وهتبدأ ان انت تعمله سماح بان هو يبدأ يفحص الجهاز وقال له فحص الان يبدأ ان هو يعمل لي فحص للجهاز وسيبه لغات ما يخلص كده مع نفسه. طبعا انت تأكد ان البرنامج يكون على كلمة فتح. يعني ممكن يكون البرنامج ده اصلا عندك. تأكد انه على فتح وليس تحديث. لان لو على تحديث لازم تحدثه. طيب خلاص احنا دي احنا عارفين هو اي حد صغير كده عارف الكلام ده. طيب. هبحث برضو هنا على برنامج تاني. اللي هو البرنامج ده يا جماعة. اللي قدامكم ده. موبايل سيكوريتي اللي انتوا شايفينه ده. ده هبدأ برضو ان انا انزله او اثبيته على الجهاز وابدأ ان انا افتحه. طيب من كده الاسم احطه لك قدامك هنا. وانا بتكلم كده. ابدأ ان انت ادخل على المتجر وابدأ انزله. ده مهم جدا جدا. بعد كده بعمل اسكان. بعمل اسكان بالبرنامج ده. بيشوف لي اي حاجة موجودة على الجهاز. اي ملفات خبيثة اي شيء. بيبدأ انه ينضف لي. فالبرنامج ده مهم جدا جدا. نزله عندك على موبايلك. طيب كل اللي انا اتكلمت اتفيدة كله خاص بالموبايل. يعني الموبايل ده نفسه لو اتحكر. اتحكر حسابات جيميل. اتحكر فيسبوك. اتحكر حسابات بنكية. لو عندي القناة يوتيوب تتسرق. اتحكر كل ما هو على الموبايل. طيب حلو. ايه اللي بعد كده? الخطوة اللي بعد كده هو ان انا ادخل بقى على حسابات الجيميل اللي عندي. وادخل على الحساب واشوف حاجة وهما جدا جدا. ركز معي. هبدأ ان انا افتح كده من خلال جوجل كروب. واجي على الحساب بتاعي. تمام كده? وادغط على صورة البروفايل. وهبدأ ان انا اختار ايه? اللي هو ادارة حسابك على جوجل. اللي هو مانيج يور اكاونت او جوجل اكاونت. اللي تحت بالضبط كده الاسم بتاعك. تمام كده? تحت الصورة. اضغط عليها. بعد كده بدور هنا فوق على الامان سيكيوريتي او الامان. افتحها. عندك انت يكون بالعربي الامان. انا بكلمك بالعربي هوات. تمام كده? حلو. هبدأ ان انا نزل تحت هنا شوية على الاجهزة. هتلاقي عندك مكتوب العربي كده الاجهزة. وهضغط على اللي هو ادارة الاجهزة. او ادارة كل الاجهزة. بعد كده بيجيب لك هنا اي جهاز مرتبط او تم فتح الايميل ده عليه. هبدأ اشوف بقى. هل الاجهزة دي تتنعرفها? لو في اي جهاز من دول انا ما عرفوش? ابدأ ان انا اضغط عليه. تمام كده? وقول له تسجيل خروج. على طول. اقول له تسجيل خروج. لازم انت تعرف. عندك موبايل عندك لابتوب. بيقول لك كمان هنا المكان اهو كمان. يقول لك اتفتح فين? في السعودية? في مصر? هبدأ ان انا اختار اي جهاز كده? تمام كده? واقول له ايه? واقول له sign out او تسجيل خروج. هيبقى عندك هنا بالعربي. عشان معلش القبيل عندي باللغة الانجليزية. هيظهر عندك هنا او تقول له تسجيل خروج. يبدأ ان هو يخرج لك الايه? الحساب ده من الجهاز ده. ده مهم جدا جدا. كل فترة ادخل هنا وشوف في اجهزة مرتبطة او تم فتح الحساب عليها ولا لا. تمام? وانت فاتح الايميل هنا. هتلاقي وانت لسه على كده او الامان. هتلاقي عندك هنا بقى التحقق بخطوطين اللي هو رقم سير يكون قوي. ايميل السرداد ده بهم جدا لازم تدخل اي ايميل عندك كايميل السرداد لحساب الجميل. وان ان انت تعمل رموز احتياطية. ويا سلام لو انت تستخدم مفتاح الامان او وتشتريها منها على امازون وتبدأ تأمن بها ودي اقوى حاجة. وان انت تكون مدخل رقم موبايل اللي هو للتحقق بخطوطين. ولكن رقم الموبايل ما هوش اقوى شي. في فيديو انا شرحته اسمه انشاء جيميل. هيزهر معكم برضو بشاشة النهاية وكون موجود في وصف الفيديو في تعليق المثبت. شوفوا لتأمين الايميل. تمام? خليكم معايا. هو فيديو واحد بس هيلمي لك معلومات مهم جدا لك صدقني. كمل معي. خلينا ننتقل للواتساب. وانت فاتح الواتساب عندك قدامك. تمام? بتضغط على النقاط اللي فوق. وبتلاقي عندك هنا حاجة اسمها الاجهزة المرتبطة. اللي هو تالت اختيار. اضغط عليها. احنا فتحنا الصفحة اللي قدامنا دي ليه? الاجهزة المرتبطة ليه? لو انت شفت اي جهاز هنا. انت مش عامله ربط بنفسك. معنى كده ان انت حساب الواتس بتاعك ده مرتبط بجهاز تاني. يعني مثلا ممكن انت جوزك فاتح حساب الواتس بتاعك انت عنده. او هو انت فاتح حسابه عنديك انت عشان تشوف بيكلم مين وبيعمل ايه. فده كله طبعا تجسس. فاي جهاز موجود هنا. لازم انت كنت اعرفه. انا مثلا عندي هنا ظاهر ان انا رابط الواتساب ده بجهاز اللاب توب او الكمبيوتر. تمام? لكن لو انا لقيت جهاز تاني معرفوش. كده اعرف ان فيه تجسس. تمام كده? لو الجهاز ده انا معرفوش اضغط عليه كده. وابدأ اقول له تسجيل خروج يبدأ يخرج لي حساب الواتس من الجهاز التاني. فخلي بالك من موضوع الاجهزة المرتبطة او اللينك ديفايس ديت او الاجهزة المرتبطة. خلي بالك منها علشان ده بيؤدي للتجسس. اي حد ممكن يكون رابط الحساب بتاعك بتاع الواتس? عنده على الجهاز. فخلي بالك. او ان انت تكون عامل الكلام ده بمزاجك اوكي? ولكن كن حريص. ننتقل بعد كده الى الفيسبوك. هتفتح الفيسبوك وهتضغط على سرعة البروفايل بتحتك من فوق. وهتيجي هنا تنزل لتحت كده على الاعدادات والخصوصية. وبعد كده بتختار الاعدادات. بعد كده بتختار كلمة السر والامان. بعد كده بتختار كلمة السر والامان. بعد كده بتيجي هنا على ايه? الاماكن التي سجلت الدخول منها. بتضغط عليها. بيجي يزهر لك هنا طبعا الحسابات بتاعتك. انا اختار الفيسبوك. هنا ظهر قدامي الانستجرام والفيسبوك. اختار الفيسبوك. بيقول لك نشاط تسجيلة دخول الى الحساب كل الاجهزة ديت سجلت دخول بحساب الايه الفيسبوك بتاعي وبيجيب لك كمان الساعة كام والمكان ابدأ شوف هنا اي حاجة من دي انت مش عارفها ابدأ اتأكد ان انت حساب الفيسبوك بتاعك مفتوح فين وفين يعني مثلا او انا اختار اي جهاز مثلا وابدأ اقول له هنا تسجيل خروج انا مش عايز الجهاز يكون مسجل دخول بحساب الفيسبوك بتاعي تمام طبعا نفس الكلام حساب الفيسبوك بتاعك لازم ان انت تكون مأمينه برقم موبايل برموز احتياطية بفلاشة امان مفتاح امان لو تقدر تشتريه مفتاح الامان تقدر تأمن به حساب الفيسبوك واي حسابات جيميل عندك ليس له عدد محدد ولازم يكون عندك رموز احتياطية ولازم تكون مأمينه كويس حاجة مهمة لو انت لسه مكمل معايا فركز معايا حساب الجيميل بتاعك لما احنا دخلنا عليه تمام كده وعندك هنا طبعا فيه اللي هو السيكوريتي او الامان احنا فتحينها منفقة هيت انزل لتحت الاقي عندي هنا بقى حساب الاميل بتاعي ده او الجيميل ده انا ربطته بتطبيقات ايه ايه تطبيقات اللي بتستخدم الاميل بتاعي ده تمام الاقي عندي هنا في تطبيقات هيت انا استخدمتها ممكن تضغط هنا على سي اول او عرض الكل يجي لك هنا بقى يقول لك التطبيقات ده هيت او المواقع ده هيت انت رابط رابط التطبيقات ده هيت بايميلك. فلازم انت تشوف هنا هل اي تطبيق او موقع قدامك زهر قدامك حاليا يكون مرتبط بالايميل انت متعرفوش تبدأ ان انت تخرجوه. تروح جاية ضغط عليه كده. وتروح اقيل له هنا ايه? وتروح اقيل له. وتروح جاية ضغط على السهم ده كده. تمام? وتروح اقيل له ايه? وتقول له تأكيد. عندك انت بالعربي تأكيد اللي هو يعمل لي خروج من التطبيق ده او الموقع ده. فلازم تتأكد هنا من اي من اي اه تطبيق عندك. تمام كده? او موقع انت مستخدم الايميل ده فيه. تمام? الحاجة التانية كمان المهمة برضو اللي هو جهازك نفسه كده وانت مسكه في يدك. بتلاقي الجهاز كنت بتتعامل معاه بشكل معين وحسيت ان فيه تغييرات حصلت على الموبايل. يعني الموبايل البطارية بتخلص بتخلص بسرعة جدا. اه الجهاز بقى تقيل في ايدك مع ان انت مش حافز عليه اشياء كتيرة او مش مخزن عليه اشياء كتيرة. حاجز ان الموبايل حركته تقيلة في ايدك مقارنة بقبل كده. تعرف على طول ان فيه حاجة غريبة في الموبايل. تبدأ تدخل تبحث عن التطبيقات زي ما انا عرفتك تمام كده? وتغير السفت بتاع الموبايل وتبدأ ان انت تقول لا اده فيه خطورة او فيه مشكلة عندي حاليا على الموبايل. نتكلم في نقطة كمان مهمة ونوضحها ايه هي الاشياء المنتشرة اه? او الطرق المنتشرة لتحكير الموبايل. عندك مثلا رقم واحد هو ان يجي لك ايميل. يجي لك رسالة على الايميل. تمام كده حلو? يجي لك يقول لك انت كسبت معانة. يقول لك اه ده رابط موقعنا وتعمل لنا اعلان انت حد مشهور وحد شطور اه? تبدأ ان انت تضغط على الرابط يبدأ بعد كده انه يهكر جهازك ويبدأ يسرق كل اشياء الموجودة على الجهاز. او ان انت يجي لك الرسالة دي ممكن تجي لك على الواتس. ممكن تجي لك على المسينجر. تجي لك في اي مكان. اه رابط يجي لك على الواتس يجي لك هنا يجي لك هنا. المهم ان انت في الاخر. هتضغط. ها? هتضغط. هتبدأ ان انت يتم اختراقك. طيب انت يا راجل بيجي لك روابط واشياء عايز تأكد هل الرابط اللي جايلي ده هل هو رابط اه للتهكير فيروس? ولا رابط عادي? خليك معي. ازاي ان انت بقى تفحص رابط معين. بيجي لك على الواتس او بيجي لك في اي مكان وانت عايز تأكد هل هو امن افتحه ولا لا. ادخل على جوجل من الموبايل او من الكمبيوتر من اي مكان. من خلال جوجل كرو من خلال الانترنت العادي. ادخل على جوجل وتبدأ ان انت تكتب اسم الموقع ده. تمام? كده? ده بيفحص لك الرابط. زي ما انتم شعرين كده مكتوب انا كاتبه جنبي مني هنا ولا هنا معرفش اسناء المونتاج. تمام? كده حلو? وتبدأ ان انت تفتحه بهذا الشكل. وبيقول لك هنا بقى ان هو يبدأ ان هو يقيم لك الرابط. تبدأ تضغط هنا كده مطول دخل لك من موبايل اهوت. ويبدأ ان انا احط لك هنا الرابط لسقي كده واقول له في حسهولي. اضغط على العلامة بتاعة البحث دي كده. واقول له في حسهولي. بيقول لك اوكي? سيف. يعني هو امن. خلاص اوكي تمام. كويس كده. فابدأ ان انت استخدم الاداة بهيات. اه شوف الاسم كده وابحث عنه واستخدمه. بس خلي بالك انت ممكن تيجي ادخذ الرابط. اه اللي جالك على الواتس او جالك في ايميل او في اي مكان تغضب الموبايل وتضغط على عشان تغضب كده كده كنسخ. ممكن يفتح معاك يهكر لك الجهاز. فخلي بالك. لو انت تفتحه عن طريق الليبتوب او الكمبيوتر يكون المكان قدامك كده وتقدر تاخده نسخ بطريقة اأمن يعني. ولكن لو انت تغضب الموبايل خلي بالك. لان انت ممكن تبقى عايز تاخده نسخ ويفتح معاك. طبعا موضوع التهكير ده انت ممكن تكون مستهدف بشكل شخصي ان الناس عمالة ترسل لي روابط وعايزيني انا عايزين العلم والتكنولوجيا. عايزين القناة ديت اللي بترجع القنوات المهكرة. تمام كده? وده بيحصل عندي فعلا في الايميل بتاعي اللي انا حطه في القناة. كل شوية يجي لي يقولك اعلان اعلان ده انا تريكا مش يجي لي كل الاعانات دي. كل يوم والتالي خمس عشر اعانات. احنا منصت كزا احنا تطبيق كزا احنا كزا. فطبعا الواحد اه مكبر راسه خالص يعني. لان انا برجع القنوات المهكرة. فبعد ما بنرجحها قنوات كتيرة بتروح حط رابط قناتنا وبيعمل لنا يقولك دعم القناة ده هي تيه يعني رجعت قناتنا المهكرة وكزا وكزا وكزا. فبيبدأ ان الهكر عارف ان القناة ده هي اه رجعت ومن لي رجعها العلم والتكنولوجيا. بيبدأ ان يدخل عليها ويبدأ انه حاول ان هو يهكرني وانا عندي محاولات تهكير كتير جدا جدا. تمام كده حلو? فده اسمه تهكير بشكل موجه. يعني موجه لهذا الشخص اللي هو العلم والتكنولوجيا. ممكن يبقى التهكير بقى بشكل عام غير مخصص لحد معين. اللي هو في تطبيق مثلا انت سيادتك عايز تطبيق يكون مجاني بدون عالمة مائية ويكون كزا وكزا وكزا. تدخل على جوجل وتكتب تطبيق كزا يبدأ يزهر لك موقع او حاجة زي كده. اقول لك نزل التطبيق من هنا. آآ سواء كان برنامج منتاج برنامج تعديل على الصور اي حاجة. تبدأ ان انت تنزله بمجرد ان انت تنزله مباشرة. على الطب او الكمبيوتر او الموبايل يبدأ يهكر جهازك. تمام? فنصحت لك ان انت لا تقم بتنزيل اي تطبيقات او برامج غير من مصدرها الرسمي وده اقولت كتير جدا جدا. لو انت هتنزل على الموبايل تنزل من المتجر. سواء كان من او لو كان على الكمبيوتر ام? او اللابتوب بتنزل من خلال جوجل تكتب كده اسم التطبيق نفسه وتخش على الموقع الاساسي بتاع التطبيق. ويكون معروف ان التطبيق ده تمام الفوتوشوب ببريمير كامتازية كزا. المواقع للحاجات اللي هي المعروفة. تمام كده? لكن اه ادخل على اليوتيوب وروح كاتب ايه? تنزيل برنامج كين ماستر معرفش مهكر. ويبدأ ان حد حدث لي الرابط يقول لك التطبيق كويس وشغال ده هيؤدي هيؤدي الى سرقة اه او تهكير جهازك وسرقة كل حساناتك. فدي نصحت لكم. تحياتي لكم. فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشق محتوى. وفيديوهات موجودة في شاشة النهاية شاهدها وتابعها. في امان الله مع السلام.